موسيقى من مدينة القدس أورشاليم من الأصوار أصوار أورشاليم نوصل لدراستنا عن الأسبوع الأخير من حياة يسوع المسيح على الأرض أنا موجود على أصوار أورشاليم هذه الأصوار بتطل على البلدة القديمة وأنا موجود في الربع اليهودي كما تعلمون القدس القديمة مقسمة إلى أربع أرباع الربع اليهودي من هذه الجهة بتشوف منطقة حائط المبكة أو الحائط الغربي للهيكل وحارة الإسلام والحارة التالتة حارة الأرمن وحارة النصارى أربع أرباع في البلدة القديمة خلفي بتشوف الجبل الجميل جبل الزيتون وهذا البرج بمثل مكان صعود يسوع المسيح إلى السماء في وسط الجبل بتشوف كنيست الدمعة وين المسيح بكى على أورشاليم ورث حالة هذه البلدة في أسفل الجبل بتشوفوا بستان جتسماني مكان القاء القبض على المسيح والمحاكمة إذ أخدوه إلى جبل صهيون أنا هذه الجهة يعتبر جبل صهيون مش بعيد من هذا المكان علية صهيون مكان العشاء الأخير وقبر داود لكن المكان اللي بدأتكلم عنه قريب مني هو كنيسة صياح الديك أو بيت قيافة المكان اللي أنكر فيه بطرس يسوع المسيح المكانين مش بعاد في نفس الجبل جبل صهيون المسيح كان موجود في العلية في العلية تنبأ عن خيانة يهودة إنه سيسلمه وفعلا ألقى الشيطان في قلب يهودة وذهب إلى منطقة الهيكل إلى رؤساء الكهنة وسلم يسوع المسيح سلم دام بريء باعوا بتلاتين من الفضة وطبعا التلاميذ في العلية ابتدأوا يتساءلوا يسوع هل أنا؟ بعدين رسول بطرس قال وإن شكل جميع فيك يعني حتى لو كلهم شكوا أنا مش رح أشك وأنا مستعد أروح معاك إلى وين ما تصفي فالرب يسوع أيضا تنبأ بإنكار بطرس الرسول له وفعلا لما ترك العلية نزل من جبل صهيون في الدرج القديم بجانب بيت قيافة في وادي قدرون وراي بتشوفوا أيضا بلدة سلوان رجوعا إلى منطقة جبل الزيتون إلى بستان جت سيماني وهناك ألقي القبض على يسوع المسيح وفعلا جاء يهوذة الإسخريوطة مع حرس كبير وكثير وبقبلة سلم الرب يسوع المسيح وقبضوا عليه وتمت نبوة المسيح إنه واحد من اطنعش رح يسلمه وتمت النبوة من العهد القديم عن إنه واحد من أتباع المسيح سوف يسلمه وهذا اندل على شيء بدل على طبعا إنه الله ساهر على كلمته ليجريها أيضا مثل ما قلت إنه المسيح تنبأ بإنكار بطرس وهو يحاكم في هذا المكان في بيت قيافة كان بيستدفئ عن نار وثلاث مرات أنكر المسيح قبل صياحة ديك وعندما صاحب ديك تذكر طبعا وخرج وبكى بكاء مرّا فخليني أستعيد الأحداث في بستان جتسماني أيضا بطرس كانت النية بتاعته حسن إنه عاوز فعلا يساعد المسيح ويكون في موقف المسيح عندما جاءوا بالحارس قال أنا أضرب وفعلا ضرب لكن أصاب عبد رئيس الكهنة وقطع أذنه لكن المسيح قال لبطرس رد سيفك إلى غمدي الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ أو بالسيف يهلك وطبعا التلاميذ تركوا المشهد وأخذوا المسيح من بستان جتسماني معصرة زيت إلى بيت قيافة وتمت النبوة فعلا إنه بطرس أنكر ويهوذة خان لكن مصير يهوذة في أسفل وادي في منطقة تسمى حق الدم ذهب وخنق نفسه وسقط على الأرض وخرجت أمعاؤه مثل ما ذكرت تتميم للنبوة ترجمة نانسي قنقر